في الجنوب تم اضعاف حكومة الرئيس عبد الرب منصور هادي جراء انشقاق عدد من المحافظين وانضمام من المجلس الانتقالي الجنوبي الذي شكل مؤخرا ويدعو الى انشاء جنوب يمني مستقل وهناك تحدي اخر توجهه الحكومة وهو وجود قوات تعمل بالوكالة تسلحها وتمويلها الدول الاعضاء في التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية وتسعى الى تحقيق اهداف خاصة بها في الميدان احتجزت قوات الامارات العربية المتحدة في اليمن افرادا في ثلاث اماكن احتجاز على الاقل في اليمن كانت تديرها الامارات العربية المتحدة وتشرف عليها حصرا هذه خلاصات سياسية وحقوقية من تقرير اممي يزيح الستار عن الملفات الغامضة في القضية اليمنية يؤكد المؤكد بتوثيق ويعد وثقة دولية عن اللحظة اليمنية الراهنة بابعادها السياسية والاقتصادية والعسكرية طاف التقرير في الحالة اليمنية من اقصاها الى اقصاها من صنعها الى المهرة الى عدن وضع النقاط على الحروف وتجهل وتغافل عن نقاط ايضا لكنه عزز الخطاب الوطني الذي بدأ يرتفع مؤخرا تجاه مسلاك التحالف اليضعف الممنهج للسلطة الشرعية من قبل التحالف وتلاشي فكرة الدولة اليمنية بعد ثلاث سنوات من الصراع وسجون الامارات وانتقال ثروة صالح لنجله خالد الذي يعمل بالنيابة في ظل غياب احمد تفاصيل من التقرير الذي تضمن العديد من القضايا التقرير ايضا قطع الشك باليقين فيما يتعلق بالقوى العسكرية والميراث السياسي لعائلة صالح حيث اكد التقرير الصادر عن فريق الخبراء ان الفريق لا يعتقد بان لدى احمد علي عبدالله صالح او شقيقه خالد او فرد اخر القدرة على اعادة تشكيل شبكة العائلة ويجد جنود الحرس الجمهوري والحرس الخاص انفسهم الان امام خيارين اما التحالف مع الحكومة الشرعية او الانطمام للحثيين الذين اعدموا علي عبدالله صالح وقادة عسكريين كبارا في ديسمبر الماضي